اشتركوا في القناة تقريرا حول مسيرة الأمانة العامة لمجلس التعاون وجهودها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لهذا العام ورحب جلالة الملك المفدى بالأمين العام واستعرض معه حددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي معربا جلالته عن تقديره للجهود الطيبة التي يواصل بذلها الأمين العام وجميع منتسبية الأمانة العامة لدفع مسيرة المجلس المباركة وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء بما يعود بالخير والرخاء والازدهار على شعوبها الشقيقة وأشهد جلالته بالإنجازات الرائدة التي حققها مجلس التعاون منذ تأسيسه في مختلف المجالات من العمل الخليجي المشترك وإسهاماته الفاعلة في ترسيخ دعام الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي مؤكدا حفظه الله حرص المملكة على تعزيز وتنمية هذه المنظومة الخليجية وتعميق روابط التعاون والأخوة بين الأشقاء لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لكل ما فيه خير ومصلحة الجميع وقد أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون عن شكره وامتنانه لجلالة الملك المفدى على حفاوة الاستقبال وتوجيهات جلالته السديدة تجاه دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك منوها بجهود مملكة البحرين في رئاستها لدورة الحالية لمجلس التعاون وما تحقق من إنجازات تصب في صالح شعوب دول الأعضاء متمنيا لمملكة البحرين دوام العزة والرفعة والازدهار ترجمة نانسي قنقر